ولذلك كانت انتفاضات خوتكم أيضاً في ورقلة شوفوا الانتفاضة في ورقلة الآن نرام عندهم درجة 50 درجة في النهار وشوفوا المدينة كيف حولت الآن هذه في المساء جحيم جحيم لأن أهل ورقلة كثير منهم لا يجد الماء وفي الغالب الماء فاسد انتح ويضطرون إلى شراء الماء بدراهم وكثير منهم فقراء مشلحقين للخبزة يزيدوا يشرون الماء تعالقراء وأغلبية الشباب لا يجد عمل وتتقضع الكهرباء وشركات هذه شركات التوظيف شركات إجرامية سواء كان شركة التوظيف أو شركات المناولة هذه يسمون شركات المناولة في الغالب يعطوا للإنسان مثلاً يده من عن السونطراك 30 مليون عن الشخص في الغالب يعطوله 6 ملايين يده 25 مليون يعطوله 5 ملايين يده 22 مليون يعطوله 4 ملايين يعني في الغالب يخدموا بالخمس وأحياناً أقل من الخمس الشباب اللي راه يمر عن طريق شركات المناولة هذه راه اللي هي شركات التوظيف هذه الشركات التوظيف سرقة معلنة إذا كانت السونطراك تحتاج ألف خدام لماذا تمر على شركة الجنيرال الفلاني والجنيرال الفلاني والوزير الفلاني والوزير الفلاني لماذا هذا وزراء ولادهم وجنيرالات ولادهم وكبار قوضات وولادهم داروا شركات وسماوها شركات المناولة أو شركات التوظيف وأصبح بدل من أن يكون العامل يتوظف كما كان قبل 20 سنة أو 30 سنة يتوظف مباشرة من عن نافطال أو من عن سونطراك أو من عن جي سي بي أو من عن شركات أجنبية أو من عن شركات محلية لا تمر على شركات المناولة هذه وش تدير سونطراك تحتاج ألف خدام قال ألف عساس مثلا شحال يحسب لها شركة المناولة هذه تعطيها الشركة معينة طبعا متفاهمين المدير المسؤول داخل سونطراك لازم يدو البايتاء وكما يقال ألف واحد خمسة وعشرين مليون هذه خمسة وعشرين ألف مليون معنا خمسة وعشرين مليار يروحوا ثنين ولا ثلاث ملايير للموظفين الفاسدين تعصون أطراك اللي مشرفين على العملية والباقية تروح لأرباب الشركة هذه وفي الغالب هو جنرال أو وزير أو مسؤول كبير مدني أو والي سابق وش يدير يجيب ألف ويخدمهم كالعبيد لكن يعطيهم ربع ملايين وخمس ملايين للشهر هذا المحظوظين منهم كالي يعطون ثلاث ملايين بمعنى أنه يددي هو بعد ما يمد الرشوة تعصون أطراك تبقى له حوالي 22 مليون على كل شخص يددي 17, 16, 18 وتبقى ربع ملايين وخمس ملايين تعطى لهذاك الموظف اللي يصبح كالعبد اسكلاف ويتعاملوا معه كالعبد وفي الغالب مكيش أكل وفي الغالب هذه البساطاء المسحوقين يدوا أكلهم بيديهم ويدي باقيطة وربما فيها شوية فرماج واللاطون يحلوا وتلقاه نهار كامل ومرة نهارات وكاللي يبعاد على أسرهم والمصيبة يزيد مرات يجيب لك هذا الحراس وهي شيء لا يطلب شيء لا يطلب لا ديبلوم ولا واقف مسكين عند باب حاطينه هكذاك فقط يقدر يجيب لك من الشمال أو من الشمال الغربي أو الشمال الشرقي أو من العاصمة أو بينما الناس في ورقلة أو في توقرت أو في المنيعة أو لا يجدون ما يأكلون مما يتعارض مع المنطق مع العقل مع القانون اللي يفرض أن الأمور اللي ما تحتاجش خبرة معينة تبدأ بأهل المنطقة باش ما تخلقش صراعات وخصومات أهل المدن هذه يشعروا أنه اللي جاي من الشمال يقول لك براني وتكبر العنصرية ويكبر الغضب بالرغم من أن اللي جاي من الشمال هو أيضا يدفع ثمن لأنه يروح على جال خبزة تحت 5 ملايين أو 6 ملايين أو حتى 10 ملايين إذا متزوج مخلي مرأة وراه وربما أولاد وربما أب وأم وضايع وعايش مونيفري ويقعد 6 سمانات باش يعطوه 8 أو 4 سمانات عطلة وكثير ما تتحطم الأسر وتتكسر الأسر للأب مش موجود أو الأب الكبير مش موجود كل جاي مقلوب على رأسه يخلق لك مشاكل في هذه المدن اللي رح يخرج التاريخ نهائيا يخلق لك مشاكل تأسكن وتأتنقل والمال الحقيقي 80% من الأموال التي تدفعها الدولة عن طريق سناتراك أو نفطال لها أموال شعب تروح لهؤلاء المجرمين اللي سموهم شركات المناولة أو شركات التوظيف هذا استعباد هذه عبودية هذا ليس توظيف وهذا استغلال تبدو قيمة أربع مرات إلى خمس مرات على الرأس على الشخص وتعطوله الفوتات يا مجرمين هاي علاج دولة مدنية ضرورية حتى تتوقف هذه السرقات وهذا النهب ينهبوا في الملايير ويحولوا فيها إلى الخارج ويشر فيها فيلات وشقق وأراضي وبزنس وفي كثير من الحالات تروح على الخمور وعلى الأدروج وعلى الفساد وأحياناً يباتوا وشفتها بعيني كاين فيلات كارينها بألفين دولار أو ألفين أورو للليلة الواحدة في بعض الأماكن يكلوا الفيلا بالبيسين بألفين أورو للليلة الواحدة هناك من قال لي كاين حتى أكثر من ألفين أورو لكن تكلم عن ليش تابعيني هذا ظلم عظيم وهذا يؤدي إلى خراب البلاد وإلى تمار الناس